حسن بن عتيق القسطلاني احد الابدال من كراماته قال بعض الصالحين كنت ارى عند ابن عتيق الابدال وكانت وفاته عام خمسمائة وثمانا سبعين ايو والله رويته لين القسطلاني شرح البخاري صحب عمدة القاري مل على القاري والتاني الارشاد الساري الى صحيح البخاري ايو اكمن من كراماتي يحكى عن الشيخ طلح الهتار انه قال كشف لي عن مراتب الاولياء فرأيت مرتبة القطبية خالية فقلت في نفسي سبحان الله مثل هذا المقام يكون خاليا فرأيت رجلين يستبقان الى ان وصلوا اليه وتدافعا عنده ساعة ثم جلس حدوما الشيخ اليافعي والشيخ حسن بن ابي السرور والذي جلس اليافعي توفي عام سبعمائة وسبعين الحسن بن عمر الهيسي ابو محمد من كراماتي يحكى له منامات صالحة يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بعض الكائنات والمغيبات من سرقة ونحوها توفي عام سبعمائة وواحد وثمانين بحان الله حسن بن علاء العطار حفيد شاه نقشبند من كراماته كان اذا وقع نظره على المريد من اول مرة يحصل له غيبة وفناء وهما لا يحصلان الا بشق الرياضات واشد المجاهدات في عام ثمانمائة وستة وعشرين حسن الحنفي من كراماته كان اذا غلبه الحال وتنفس يخرج منه النور بصوت كصوت الرعد ويخرج على صورة العواميد عمود بعد عمود حتى يصير كل عامود كالمنار العظيمة في العلو ومن كراماته ان الكاشف غنيم يخرج لزيارته فراء النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ان ينادي في مريديه ان احدا منهم لا يأكلوا من نول الناس المزروع شيئا فمضى بهم غنيم حتى دخل على صاحب الترجمة وبين جماعته رجل يتواجد فقال صاحب الترجمة هذا الذي يتواجد نافق واكلوا من فول الناس طول الطريق ففتشوا فوجدوا الفول معه واعتراف حسن الدنجاوي من كراماته ذكره الشعراني دنجاوين هاي بصوهاج لا في دمياد من كراماته ذكره الشعراني واشار اليه انه كان من اصحاب النوبة والتصرب بمصر توفيه عام تسعمية وواحد ستين اللهم تسلسل مولان